سألك سؤال بقى أنا عارف أنت راجل أحلاوي أوش بعيد كمان أنت من الكبات و هرجع لك المسلمات بس هشل نقطة مهمة جدا دايما لما يجي حد أحلاوي يتكلم بهذا الشرف والحب عن النادي الأهلي يقولك تحس أنهم كلهم بيقولوا نفس الكلام الاهلوية كلهم بيقولوا نفس الكلام النادي العظيمة لنفس الناس لازم تتعلم منه النادي اللي عنده مبادئ وتقاليد النادي اللي عنده حاجات كده مثالية ليه بتقولوا كده كأهلوية و ليه شايفين؟ حال أنتو بت مركتوا للأهل ولا دا واقع وحقيقة؟ تحديدا في قصة كمان المبادئ والتقاليد دي هو أنا بقولك الكلام دا وأنا برى النادي الدلوقتي يعني أنا موجود في النادي س confuse مش موجود في النادي ساعد الأهلاوي خالكلام دا بنقوله أنا قصي بنقوله جوه النادي وإنت جوه النادي وإنت برى النادي لأن دي تجربة أنت عاشتها يعني دي حقيقة وتجربة أنت عاشتها وحاجة أنت لمستها فعلا ويمكن زي ما انا بقولك اللي اشتغل برا يقدر يحس بالفرق الكبير جدا او انت بتقعد تسمع ملايبة تانية الحاجة التانية اعتقدش ان انت من الاصول ومن اللي عنده اصل وعنده مبدأ ان هو تربع شاف خير وشاف حاجة كويسة يطلع يقول عكس ده يعني اعتقد ده من يعني المفروض الانسان السوي يقول على الحاجات الكويسة اللي شافها والخير اللي شافه يعني